هبدأ الأول ما هو ترابن الحضري؟ تقنية حديثة جداً بتعالج بالأخص الأعصاب أي نوع من أنواق العصاب ولها أنواع ممكن حاجة نخش مموت عصب وممكن نعالج عصب وكلمة مموت عصب ما بحبش أقولها لأن ما فيش عصب بيموت لما بنعالج عصب يرجع تاني يشتغل تاني يبقى ممتش لكن هي تقنية حديثة مشاكلها قليلة بتفيد أمراض كتيرة كانت طب واقف قدامها مش عارف يعمل حاجة فده اللي خليها يعني بتبتدي في الأيام الأخيرة أو السنوات الأخيرة تبقى منتشرة انتشار كبير والناس تفهم أن التقنية دي بيقاليها فوائد والناس كتير استفادوا منها إيه استخدامات ترد الحرارة؟ الألام المزمنة بوجه نعيم مثلاً ألام السرطان ودي جزء مهم يعني المعارض السرطان ده كله شكوته الألام السرطاني آآ 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 آ زاد بعد العملية فكل أنواع الألم يقدر نعالجه لأن الألم يتنير عن طريق عصب وفي النهاية هو علاج للعصب نفسه اللي فيه اللي ينقل المشكلة اتراد نود الحراري واحدة من الأساليب التداخلية لعلاج الألم كيف هيجر هذا الأسلوب التداخلية جهاز بتقنية حديثة الجهاز ده عبارة عن كابلات كمبيوتر بيطلع منه كابلات معينة كابلات دي بتخشي وجسم الإنسان عن طريق إبرة بس العيان بياخد بنج موضعي فإذا أني تقدر تقولي أنها جلسة إبر العيان صاحي بياخد بنج موضعي ما فيش بنج كل في الموضوع خالص ولا فتحة ولا غرز ولا جراح ولا غير على جرح الإبرة بتوصل للعصب بتاع اللي هنعالجه زي ما بيين كده أن العصب ده هنوصل ليه بإبرة معينة طبعا الدكتور الشاطر هو عارف إزاي يوصل للعصب ودي نقطة مهمة في التكنيك نفسه والتقنية نفسها إن اللي بيشتغل يبقى عنده الخبرة الإبرة دخلت طلعت الزبزبات والعصب يتعالج لو الإبرة ما وصلتش للعصب يبقى كأنه ما عملش حاجة ودي يمكن بشوفها كتير مع ناس كتير يقولي أنا عملت تردد حراري وما فدنيش ممكن يكون فعلا المريض ما استجابش ويتعاملت طريقة صحة هذا احتمال احتمال التاني إن اللي اشتغل خبرته في الجراء ده ما كانتش كافية فبالتالي دخل وعمل تردد حراري ما عرفش يوصل للعصب فهي في النهاية زبزبات توصل للعصب عن طريق إبرة وتوصل بطريقة مظبوطة وصحيح لا بدون جراحة بدون ما العين يتقلم لأنا بيبن جمع وضعي والعين صحي فأي مريض لو عنده القلب عنده الضغط عنده السكر بياخدها ديت سيولة كل الأمراض تمشي مع التردد حراري ما فيش حاجة تمنع أن أنا أستخدم ودي نقطة مهمة يعني إذن يعني لما أنا أسأل السؤال عين أجرى إجراءة رد الحراري لم يتحسن الأسباب هي هتكون زي ما احنا قلنا كده يبقى نمنع واحد إن فعلا المريض ما تحسنش العصب لم يستجيب للإجراء والإجراء يتعمل صح دي نقطة ودايما أنا بقول للمريض كده بقول لما بيجب معاه فيه 80% 90% 50% حسب الحالة تختلف الرقم ده من واحد وعين بيستفيد وفيه ناس لا تستفيد وبشرح له الكلام ده لأنه بيبعدهم أمال رهيبة أنا هنزل أجري لا الموضوع مش كده أنا بعالج عصب بطريقة علمية ما ما تحكش على العيان وأقول له أنا هنزل أجري ولا أنت ظهرك بقاله و30 سنة بتوجع هيخف في لحظة لكن 80% بينجح ودي حاجة كيسة جدا 80% منجحش طريقة سبب التاني المهم إن اللي أجرى التكنيك لما عين بيجي يقول لي أنا عملت أبلي كده أه بس أنت منقالي أنه تعمل صح لأن هي مش زي الزايدة مسلا دخل يشير الزايدة يحطها لك في كونتينر كده يقول لك الزايدة أهي لا ده إحساس ألم وإذا ممكن العصب لم يستجيب ممكن العمل التقنية ما عملهاش بطريقة سليمة ودي للأسف عشان الإسم بتادي يتردد بقت موضة فهليقى كتير قوي أعيد له وأنا شغالين في العملية أعمل له فأقول له إنت عملت أبلي كده وقل لي أقول له طب اللي إحنا عملناه ده حصل لك أبلي كده أقول لي أولا حاجة ما اللي إنت بتعملها حصلت لأبلي كده ده بالعكس الداني حاجة نيمني وأنا محسيتش بحاجة طيب عدت يقول لي خمس دقائق فيش نرد وتحرارة بياخد خمس دقائق خمس دقائق ده محتاج العصب الواحد بياخد له ست دقائق ما بين تركيب إبرة واربع خمس دقائق على العصب إذن اللي قعد خمس دقائق وعشر دقائق في التردد حرارة ده ما هتعملش بالصورة المظبوطة أسباب بقى تانية أنه مرض نفسه ما بتعالجش بالتردد حرارة واللي داخل يقول أنه هعالج بالتردد حرارة كل الحالات لأ لازم ننقي العيام أختار العيام بطريقة مظبوطة المناسب المناسب